اهلا بحضرتكم من جديد وتغطية اخباري اهمة هنتابع فيها مع حضرتكم تفاصيل حالة الطقس وايضا تحذيرات هيئة الارصاد واهم الظواهر الجوية اللي هتشهدها مصر خلال الساعات القادمة نبدأ بتوقعات هيئة الارصاد الجوية والتي توقعت ان يشهد اليوم الجمعة انخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصيد وتقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلد اما على حالة الطقس ليلا يسود طقس بارد ليلا على كافة ابحاء الجمهورية ايضا هيئة الارصاد الجوية توقعت ان يكون طقس الجمعة يعني يكون في شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق تحديدا المؤدية منه الى القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد بيصاحب هذا الطقس نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة سريع بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة القاهرة العظمى 22 درجة الصغرى بتوصل 14 درجة اسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة سهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة ايضا قناة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة السوان العظمى فيها بتوصل ل 26 درجة والصغرى 13 درجة طيب ايضا كشفت الهيئة العمى للارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله هتستمر الاجواء الخريفية على كافة الانحاء هيسود تحديدا خلال هذه الفترة من الايام طقس لطيف بيشمل القاهرة الكبرى يشمل وجه البحري السواتل الشمالية وشمل الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ايضا الطقس ليلا هيكون بارد على كافة الانحاء جاء التفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة تحديدا كما يلي وخلال نذكر اهم الظواهر الجوية تحديدا بداية من اليوم زي ما ذكرنا اليوم كان فيه شبورة مائية في الصباح الباكر يعني حتى الساعة تمنا صباحا تقريبا ودي تحديدا على طرق الزراعية والسريعة وتحديدا قريبا من المسطحات المائية المؤدية منه الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ايضا نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة اما بالنسبة لي اهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت اللي بوافق 4 ديسمبر هيكون في شوائب علقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط رياح ايضا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة ايضا ننتقل اليوم الاحد اللي بوافق 5 ديسمبر وامطار خفيفة امطار خفيفة الى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة ايضا بيصحبه نشاط الرياح اللي هيكون مستمر يعني على مناطق من السواحل الشمالية ايضا بشكل متقطع الظواهر الجوية الاهم اليوم الاثنين هيكون شبورة مائية كثيفة ايضا في الصباح الباكر حتى الساعة تقريبا 8 صباحا على طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط صيناء وشمال الصعيد ننتقل للدواهر الجوية الاهم والمتوقعة اليوم الثلاثاء ما زالت الشبورة المائية مستمرة في الصباح الباكر تقريبا حتى الساعة 8 ايضا على نفس الطرق كل الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بتظر فيها الشبورة المائية اكثر من غيرها ايضا مدن القناة ووسط صيناء وشمال الصعيد كل هذه الأماكن بتشملها الشبورة المائية ويمكن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدر التنبؤ جوي لشهر ديسمبر بشكل عام يعني وقرنته بالخمسة أعوام الماضية من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التنبع على الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات الجمهورية خلال زي ما ذكرنا شهر ديسمبر في الفترة من 2016 ل2020 وقرنتها بالتنبؤ الجوي لشهر ديسمبر 2021 طيب النتائج كانت أنه بيان هيئة الأرصاد الجوية أشار إلى أنه بيتضح تشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية وأن تكون درجات الحرارة أعلى من المعبلات المناخية لهذا الوقت من العام أيضا بتشير خرائط التوزيعات الضغطية لنشاط منخفضات البحر المتوسط بيصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا مما يؤدي لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويمتد أحيانا منخفض السودان الموسمي ليؤثر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال مصف الأول من الشهر أيضا فيه توقعات لوجود المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وخاصة درجة الحرارة الصغرى أثناء ساعات الليل أشارت أيضا هيئة الأرصاد إلى أنه من خلال الدراسة من المتوقع أن تكون معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد أيضا من ضمن التوقعات الخاصة بالهاء العمل للأرصاد الجوية واللي ضروري نشير لها أنه هيكون معدل سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية أعلى من المعدلات الطبيعية من المتوقع أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية بكثرة وتزداد أيضا كثافة الشبورة مخصوصة الشبورة المائية ويعني وجودها صباحا بشكل أكثر من مساء زي ما ذكرنا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية يعني ضروري كل الناس تنتبه لي الشبورة المائية على المناطق اللي ذكرناه في الموعيد تحديدا اللي ذكرتها الهئة العامة للصدر الجوية شكرا متابعة حضراتكم يعني كانت هذه الحالة العامة للطقف أهم الظواهر الجوية خلال الساعات القادمة وتحديدا من يوم الجمعة حتى الثلاثة القادمة شكرا متابعة شكرا متابعة